أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة في هذا الفيديو أصدقائي سأريكم أفضل أفضل تطبيق منبه شخصياً أقوم باستخدامي خلصاً عندما أود الاستيقادة بكراً فهذا الصبيق ساعدني كثيراً كثيراً وأحببت أن أشرح لكم كيف تقومون باستخدامه وعلماً أنه يتكون أو يمتاز بالعديد من المميزات الجميلة منها التحكم في الصوت منها اختيار موسيقى عند الاستيقاد منها فهو يمتلك كذلك تقنية جميلة تساعدك على الاسترخاء والنوم والكثير والكثير من الأشياء سأقوم بشرحها لك أصدقائي نريد الوصول إلى المائة ألف مشترك نعم نستطيع ذلك بمساعدتك أنت فقد تكون أنت الذي تشاهدني أو أنت الذي تشاهدينني حالياً سبباً في الوصول إلى هذا الرقم فلا تنسي أو لا تنسي الاشتراك في القناة تفعيل الجرس أعطيني لايك وقبل أن أبدأ هذا الشرح أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة مرات ونبدأ على بركة الله إذن سنقوم الآن بالتوجه إلى متجر جوجل بلاي إذن هنا في قائمة البحث سنقوم بكتابة منبه من أجلي إذن سوف يظهر في القائمة الأولى سنقوم بالضغط على منبه من أجلي ونقوم بتتبيته وننتظر راتما يتم تتبيت التطبيق إذن بعد أن تم تتبيت التطبيق سنقوم بالدخول إليه إذن هنا سنقوم بالضغط على حسنا إذن سنقوم بالضغط على السماح وبالتالي كما سرون هذه هي الصفحة الرئيسية للتطبيق لاحظوا معي هنا جيدا لدينا في هذا المكان لدينا المنبه إذن سنقوم بالضغط عليه وكما ترون هنا لدينا المنبه الأول والثاني طبعا نحن سنقوم بإضافة منبه جديد ولاحظوا معي جيدا هنا سنقوم باختيار يعني التوقيت الذي نود الاستيقاد فيه إذن السادسة ونصف صباحا وهنا أو مساء إذن صباحا وحسنا هنا لدينا التكرار إذا أردت أن تقوم بتكرار يعني المنبه سواء إذا أردت أن تقوم بتكراره كل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو جمعة جيد هنا لدينا الصوت والموسيقة فهنا يمكنك التحكم في الصوت كذلك يمكنك تغيير الموسيقى فهنا يدينا الأصوات فهذه الأصوات يقوم بتطبيق بإعطائها لك سواء الصوت رقمي أو أجرس إذا قمنا أو صباح الخير لدينا كذلك مستقبل إلى آخره أما إذا أردت أن تقوم باختيار موسيقى خاصة بك فتقوم بالضغط على موسيقى تقوم بالضغط على حسنا سمح وبالتالي ستظهر لك هنا مجموعة منها الأغاني أو الموسيقى الموجودة في هاتفك طبعا يمكنك اختيار أي واحدة منها نقوم بالرجع ونقوم بالتحكم في نسبة الصوت أوكي جيد هنا لدينا المنبه اللطيف فمنبه اللطيف وهو يقوم بخفض معدل الصوت عند التنبيه لمدة 30 دقيقة أوكي فهذا سوف يقوم بمساعدتك في الاستيقاظ في مرحلة النوم الأخف يعني بعد مرور 30 دقيقة يقوم التطبيق تدريجيا برفع الصوت إلى أقصى درجة لكي تستيقظ هنا لدينا طريقة إيقاف المنبه لدينا قياسه طبعا يمكنك أن تقوم فقط بالضغط على هذا الرمز ويتم إيقاف المنبه هنا الارتعاش يمكنك أن تقوم بأخذ هاتفك وعمل له ارتعاش كهذا الشكل ويمكنه أن يقف المنبه أما مسألة الرياضية فالتطبيق يقوم بإعطائك عملية رياضية لإيقاف المنبه فهذا سوف يساعدك في التركيز وعملية الاستيقاظ جيد هنا لدينا الاهتزاز يمكنك تشغيل الاهتزاز تلاشيف يمكنك رفع الصوت هنا مدة الغفوة فغالبا تكون 15 دقيقة هنا لدينا الوامض مع التنبيه فالوامض مع التنبيه يقوم بتشغيل الكاميرا فعندما يقوم بتنبيهك للإستيقاظ فيقوم بتشغيل الغنية تشغيل الموسيقى ومع وامض أو مع فلاش الكاميرا دعونا نقوم بعمل معين للتنبيه فالتطبيق يشتغيل بنجاح إذن هنا سنقوم بالضغط على حفظ وتم حفظ المنبه جيد دعونا نقوم بالرجوع إذن دعونا هنا نقوم بالرجوع إلى التطبيق وهنا لاحظوا معي جيدا في هذا المكان لدينا هنا المؤقتات فهذا هو الجميل في التطبيق وأردت أن أشرح لكم هذه الميزة الجميلة الموجودة في هذا البرنامج وهو أنه يمكنك أن تقوم التطبيق بتشغيل لك صوت المطر لدينا هنا الضجيج الأبيض لدينا صوت المطر لدينا صوت المحيطات لدينا المدف فيمكن للتطبيق أن يقوم بتشغيل لك صوت المطر لمدة 14 دقيقة يعني قبل أن تخلد للنوم فلمدة 14 دقيقة يستطيع تطبيق تشغيل هذا الصوت طبعا سوف يساعدك في الدخول في مرحلة النوم كذلك لاحظوا معي هنا جيدا يمكنك تشغيل موسيقى خاصة بك فيمكنك الدغط على زائد وتشغيل أي موسيقى موجودة في هاتفك إذن هنا يدقونا بالدغط على المطر نقوم بالرجوع وتعديل الصوت إبدأ وبالتالي سوف يقوم بتشغيل صوت المطر لمدة 14 دقيقة جيد إذن هنا كما ترون يمكنكم كذلك التحكم في نسبة الإعدادات في التطبيق سواء إدارة تم تقدم يعني تغيير التقص فهنا يقوم بإعطائكم التقص الموجود في مدينتكم وهنا يمكنكم كذلك تعديل الساعات هنا يمكنكم اختيار أي ساعة تريدون سواء هذه الساعة الموجودة هنا لاحظوا معي جيدا أوكي وهنا كذلك مجموعة من الساعات الجميلة طيب كان هذا هو التطبيق لهذا اليوم دعونا نقوم بتجربة التطبيق بشكل سريع إذن كم تستعى الآن؟ 12 و30 إذن دعونا نقوم بتجربة التطبيق سنقوم بـ 31 حسنا حفظ ودعونا نقوم بتجربة التطبيق إذن سوف يتم تشغيل التطبيق بعد دقيقة واحدة ولاحظوا معي جيدا هل التطبيق يشتغل؟ سنقوم بتجربة التطبيق هل هو يشتغل؟ أم لا إذن في هذه الدقيقة سنقوم بـ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ريتما يقوم بتشغيل التنبيه يعني أذكر الله دائما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ففي نفس الوقت نقوم بربح الحسنات و كما ترون إذن كما ترون اشتغل تطبيق بنجاح شكرا لكم على حسين تتبعكم أي تساؤل أي استفسار اكتبوا لي أسفل هذا الفيديو نلتقي في حلقة قادمة دمتم في أمل إليه ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر